موسيقى استحوذت وزارة المالية الأمريكية على كامل ممتلكات البنك الروسي أهروسيوز في الولايات المتحدة وجاء في بيان لوزارة المالية أن القيود على البنك فرضت بسبب معاملات كبيرة تمت لصالح بنك كوريا الشمالية للتجارة الخارجية أن يانج سو البنك الكوري الشمالي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة وكذلك لعقوبات مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة مستمرة بعقوباتها وعقوبات الأمم المتحدة الرامية إلى وقف الدخل غير القانوني إلى كوريا الشمالية العقوبات الأمريكية ستبقى حيزة تنفيذ حتى التوصل إلى نزع السلاح النووي نهائيا من كوريا الشمالية اشتركوا في القناة